أهلاً وسهلاً بكل حبيبي يا رب تكونوا بخير يا رب إليسة أول فنانة تهاجم الزعماء العرب بعد صفقة القرن فماذا قالت؟ تعلمش كده إليسة قالت ايه عن صفقة القرن؟ أجمت الفنانة اللبنانية إليسة الزعماء العرب في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دوناند ترامب خطته للسلام في أشار الأوسط والمعروفة باسم صفقة القرن وردت إليسة عبر حسابها على تويتر قالت صفقة القرن راح تجيب السلام على دم ملايين الناس اللي خصوا واللي ما خصوا شوه بشع السياسة لما يغيب عنها العدل وأضافت البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا للقدس السلام وحكام العرب عاملين حل مش شايفين ولا سمعين دي التغريدة اللي قالتها إليسة طبعاً بالنسبة لصفقة القرن وبالنسبة طبعاً هي ردت على الرئيس الأمريكي دوناند ترامب وبصراحة فعلاً ناس كتير شجعت تعليقها وتغريدتها الجميلة الحلوة ديت ناس كتير شجعتها ووقفت جنب إليسة في النهاية يعني علاق التعليق كويس وشجعوها على التعليق الجميل ده وطبعاً هتستنى أسمع رأيكم يا حبيبي وإنتوا إيه رأيكم بقى في صفقة القرن اللي هتتعامل قريب ديت معظم العالم العربي مش موافق عليها خالص لأنها يعني مش عارفة بصراحة والشعوب يعني الشعوب العربية مش موافقين على صفقة القرن وكانوا عمليه مزهرات جمدة وحشدة جداً في معظم أنحاء الوطن العربي يعني بالنسبة يعني لما مش موافقين عن الرئيس الأمريكي قالوا بالنسبة لصفقة القرن واستنى بقى طبعاً يا حبيبي أسمع رأيكم في قسم التعليقات أنتوا إيه رأيكم في صفقة القرن بأي دينها يعني ولا ضدها أشوفكم يا رب على خير كده وده طبعاً زي ما احنا شفنا معنا كده ده كنرد إليسة على صفقة القرن وإن شاء الله بإذن الله لو فيه جديد هنزلوا على قناة عالم نوعات بتنسوناش بس في الشير واللايك والسبسكريب بتفعلوا القرس كده عشان يوصلوا كل ده على قناتي عالم نوعات وشوفكم على خير يا رب مع السلام